أولا متى علم النبي عليه الصلاة والسلام أو سمع صلى الله عليه وسلم بأمر الهجرة وأنه سيخرج من أرضه مع بدايات الوحي في حديث أمنا عائشة في الصحيحين حديث بدء الوحي الطويل الشاهد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه جبريل عليه السلام في الغار ونزل عليه بدايات صورة العلق فإنه نزل ترتعد بوادره وفؤاده إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وهو يقول زملوني زملوني وطمأنته خديجة رضي الله عنها لكنها ذهبت مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى ورقة ابن نوفل وهو ابن عم خديجة رضي الله عنها فقالت لوارقة يا ابن عم اسمع لابن أخيك تقصد النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بك يا ابن أخي أو ماذا عندك فقص عليه النبي عليه الصلاة والسلام ما حدث له في الغار في غار حراء فقال له ورقة إن هذا هو الناموس إن موس أي صاحب السر صاحب السر الذي أتى موسى أو جاء موسى عليه السلام يقصد جبريل عليه السلام وكان ورقة ابن نوفل ترك عبادة الأصنام والكف واعتنق دين النصرانية فكان يكتب من التوراة والإنجيل بالعبرانية ما شاء الله له أن يكتب فكان عنده خبر من الكتب الأولى فقال إن هذا هو الناموس أي جبريل عليه السلام ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا ليتني فيها جزعا أي شابا فتيا حين يخرجك قومك أو الاستماع للنبي عليه الصلاة والسلام لمسألة الهجرة مع بداية الوحي إذ كان النبي عليه الصلاة والسلام ما زال يتلمس بعده ماذا حدث معه في غار حراء فورقة ابن نوفل يقول له بعد أن بيّن أو قال له إن هذا هو جبريل عليه السلام قال يا ليتني فيها جزعا إذ يخرجك قومك فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم هذه الهمزة الاستفهمية على سبيل الإنكار تعال النبي عليه الصلاة والسلام ينكر ذلك أو يستنكر ذلك كيف يخرجه قومه وهو الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام فكانت قريش كما هم معلوم لنا جميعا تضع أماناتها وودائعها عند رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم الذين ارتضوا حكم النبي عليه الصلاة والسلام عندما تنازعوا في مسألة وضع الحجر الأسود إلى غير ذلك فكان يطلق على النبي عليه الصلاة والسلام عند الكفار الصادق الأمين صلى الله عليه الصلاة والسلام فتعجب النبي عليه الصلاة والسلام إذن النبي عليه الصلاة والسلام سمع لأول مرة بخبر الهجرة مع سماعه أن من جاءه في الغار هو جبريل عليه السلام